عقد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا بمحافظ محافظة المهر محمد علي ياسر وقيادات المحافظة ولجنة الطوارئ المحلية لمواجهة اثار الاعصار المداري الذي ضرب المهر هذا الاسبوع واستمع الرئيس العليمي خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاشغال العام والطرق المهندس سالم الحريزي الى تحديث حول اثار العاصفة والسيول الجارفة التي غمرت مناطق واسعة من محافظة المهر وخصوصا في مجريتي الغيظة وحسوين الاشد تضرورا وقدم محافظة المهر مسار العمل لغاث للأسر المنكوبة والاضرار التي طالت البنى التحتية والاجراءات العاجلة لاستهناف تقديم الخدمات الاساسية خلال الساعات المقبلة وفي المقدمة قضاعة الكهرباء والمياه وفتح الطرق واكد الرئيس العليمي على اولوية تسريع التدخلات الاغاثية وامدادات الخدمات الاساسية بما في ذلك فتح الطرق لتدفق المساعدات الانسانية موطمينا في هذا السياق المواطنين باستمرار العمل على مدار الساعة من اجل الوصول الى كافة المنكوبين ويعاد التأهيل الخدمات والبنى التحتية المدمرة بدعمنا لا شقة ولا اصدقاء في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر